أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا تناول من خلاله ما هي تعلوم الجينوم وفكرة إقامة مشروع الجينوم البشري وأهمياتها والتسلسل الزمني للجهود التي تمت في إطارها وقيمة علم الجينوم في رعاية الصحية وأهم التطبيقات الطبية له وواقع وتطور مشروع الجينوم المصري والأفاق المنتظر منه وأوضح مركز المعلومات أنه في ظل عالم يتطور بشكل ديناميكي على المستويات كافة من حيث النمو السكاني وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية والوراثية وكذلك التطور العلمي أصبحت المعرفة المسبقة للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض معينة دون غيرهم وكذلك معرفة الأشخاص القابلين للنبوغ في مجال ما دون غيرهم أمرا دروريا كما استعرض التحليل مشروع الجينوم المصري مشيرا إلى أنه له مستقبلا واعدا فعلى مستوى تحسن الصحة العامة والمبادرات القومية وفي ظل العلاقة القوية بين مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة أولت مصر في السنوات الأخيرة اهتماما خاصا بمستوى رعاية الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين مستوى الصحة العامة لسكان مصر والحماية من تفشي الأوبئة